من أشد العقوبات المتعلقة أيضا بأكل الحرام إذا مات الإنسان وانتقل إلى القبر كان أكل المال الحرام من أعظم الأسباب التي توصل إلى عذاب القبر النبي صاسام كما يقول أبو رافع كان النبي يصلي العصر بقباء فكنت ذات يوم معه فلما رجع النبي من قباء ليصلي المغرب في مسجده مر النبي صاسام على البقيع وأنا من ورائه وده كان من أدب الصحابة لما بيمشوا مع النبي يبقوا إيه وراء شوية قال فإذا به صلى الله عليه وسلم يلتفت هكذا ويقول أفن لك أفن لك أفن لك قال فهالني هذا أنا الكلمة كده معقول النبي يقول لي كده أنا عملت حاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم امشي امشي قال حتى دخلنا المسجد فلما دخلنا المسجد كنت يا رسول الله أبادر مني شيء أفعلت شيئا يا رسول الله قال ولما قال أففت بي أنت عدت قول أفن لك أفن لك أفن لك أفن لك قال لا ولكنني مررت على رجل غل بردة من الغنائم فهي مشتعلة عليه في قبره البردة اللي خدها من الغنائم قميص جلبية خده من الغنائم قبل أن توزع لبسها في قبره هي نفس الجلبية وقد اشتعلت عليه نارا بيحتلق فيها نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله السلامة والعافية أسأل الله أن يجنبنا المال الحرام وفي غزوة خيبر بينما راعي للنبي صلى الله عليه وسلم عبد للنبي صلى الله عليه وسلم بيجهز راحلة النبي صلى الله عليه وسلم بيضع عليها الشيء اللي النبي صلى الله عليه بيجلس عليه ليراحلة ويجهزها ويرتبها جاءه سهم من عند اليهود فوقع في نحنه فوقع فمات فقال الناس هنيئا له الجنة قال لا والله رأيته يتقلب في النار الآن في بردة غلها رأيته يتقلب في النار والسبب في ذلك بردة غلها أخذ شيء من الغلام قبل أن توزح مشتعل عليه قبره الآن نارا نسأل الله السلامة والعافية مين ده إيه الفرحة أو اللذة اللي ممكن تيجي من وراء الحرام يعني هذه اللذة تساوي عذاب القبر لا يا أخواننا لا يا أخواننا إحنا محتاجين نعيد حسابتنا من أول وجديد مرة ثانية الأمر الثالث يوم القيامة يكون في غضب ولعنة من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يخرج من قبره يعني ليس في رحمات الله ولا في عفو الله ولا في مغفرة الله لا والله بل هو يتقلب في غضب الله ويتقلب في صخط الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ليقتطع بها مال أمرئ مسلم بغير وجه حق لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان يوم القيامة يلقى الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى غضبان عليه